سؤال أخير لحضرتك وأنا طبعا برضو يعني من واقع قراءاتي لك أنك مهتم بموضوع الكتب المدرسية والمناهج التعليمية كيف ترىها الآن؟ طبعا لأنا حزين لأنه في الحقيقة فيه ظاهرة غريبة جدا دلوقتي أنه الكتب المدرسية لا تستعمل في أول أسبوع الطلب يخشوا فيه مدرسة بيستلموا الكتب المدرسية ويركنوها على المدارس الأميرية أنا مليش دعوا مدارس اللغات وكلام ده ويبتدوا يشتروا الكتب الخارجية فيه مشكلة ما ولازم وزارة التربية والتعليم تحلها أنا رأيي أن مشكلة التعليم في مصر مشكلة يجب أن نحن نديها وقت واهتمام كتب من كده بكتير بكتير نضمنها الحوار الوطني؟ طبعا طبعا ده في المقدمة طبعا وأنا رأيي أن نحن نظلم الدكتور طريق الشاوي أن نحن نحط على عاتقه هذه المشكلة الجسيمة طبعا لمن نضع عاتق هذا المدور؟ أنا شخصيا وأنتعز هذه الفرصة من هذا البرنامج المتميز بتاعك وأقول أن أنا أدعو في أسرع وقت ممكن لعقد مؤتمر قومي لمناشقة شاءتمنكش مشكلة التعليم في مصر مصر فيها خبراء تربويين على أعلى مستوى وقدر يعدلك أسامة عشرات منهم وممكن جدا نناقش مشكلة التعليم في مصر ونشوف إيه الحل ونعمل إيه في مدارس وفي المناهج وفي المدرسين وكل حاجة لأن إحنا أصبحنا إزاء مشكلة حقيقية ولازم نمتلك الشجاعة أن إحنا قدلها أولوية قصوة بلا شك وأحب أنك أنت في برامجك بالمتميزة تعالج هذا الموضوع وتشوف الناس وتناقشيها لأن دي مسألة فيه متاهلة همية بلا شك صحية